اشتركوا في القناة الى العشر او سبعين وتراجع الى التسعة اربعة وتسعين ليعطاء فرص جديدة كما تعلمون ان الفرص دائما تتجدد وتمكننا من اقتناص السهم عند التسعة ريال وخمسة ستة وتسعين هلالا ورجعنا تاني مرة صعدنا لله الحمد كان الاهم هو الحفاظ على منطقة العشرة ستة وتلاتين لو رسبنا فيبو هنعرف ان المناطق هذه كانت مهمة جدا اننا نغلق فوقها تقريبا عشر ستة وتلاتين تعادل ثمانية وسبعين فيبو للأسبوع الثاني على التوالي تم الاغلاق فوق هذه المنطقة وتم احترامها اهدافا المستقبلية ان شاء الله باختراق القمة السابقة التي تم تحقيقها في عام 2021 شهر خمسة عند العشر ريال واربعة وتمانين هلالا والاغلاق فوق هذه المنطقة سنكون مؤهلين بتحقيق هدف يصل الى احد عشر ريال ونص تقريبا والهدف الذهبي عند الاثناشر ريال وعشرين هلالا الحفاظ دائما وابدا طول ايام الاسبوع القادم باذن الله تعالى على العشر ستة وتلاتين واذا اخترقنا منطقة العشر ونص والحفاظ عليها في الاسبوع القادم فنرفع درجة الحفاظ من عشر ستة وتلاتين الى عشر ونص ونقول ورنا الاحدي عشر باختراق عشر سبعين على نظرية ثلاثة خمسة سبعة اما على قراءات الارس اي والماك دي فالارس اي ما زال ممتاز جدا فوق مناطق الستين ويحافظ عليها عندنا دعم الان هذه المنطقة تعتبر دعم ممتاز جدا عند الستة وخمسين ارس اي عدم كسرها الفترة القادمة سنكون مؤهلين باختراق مناطق السبعين ارس اي وهي من العلامات التي سوف تعطي السهم انطباع بالانطلاق الى ارقام جديدة اما بالنسبة لالماك دي فما زال يعطيني حتى الان موجة صاعدة على الاسبوع لا عليها قلق البارات ما زالت ثابتة كل بار اعلى من البار حق الاسبوع اللي فات وهذا الشيء جيد جدا يعطيني كده اريحية ان شاء الله في المواصلة في الصعود بالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة